خبروات وفي أمس المدير السابق لدوان الوطني لرياض الفتح العقيد حسين سنوسي بالمستشفى العسكري بعنعجة بالعاصمة بعد صراع طويل مع المرض وكان المرحوم قد شغل منصب المدير العام لدوان رياض الفتح في نهاية ثمانينات بعد تجسين المعلم المخلد للطورة التحريرية والمطل على خليج الجزائر مقام الشهيد وإثر هذا المصاب الجلال قدم الشاب خالد في اتصال هاتف لقالات النهار تعزيه لعائلة الفقيد مصرحا أنه من الناس الذين قدموا لي يد المساعدة على غرار كبار فنانين جيل القديم إن لله وإن إليه أراجعون